هي أمتار قليلة التي تفصل هذا الصاروخ عن نقطة انطلاقه اسمه الفاقوت وهو بيد الجيش السوري الحر وضحيته لن يتجاوز بعدها 2.5 كيلو متر لكنه سيصيبها ويدمرها دون شك الفاقوت مضاد دروع من صناعة روسية يعود تطويره إلى سبعينات القرن الماضي وأهم ساعات عمله تكون في الليلة نقوم بالاستهداف أي آلية تقوم بقصف المدنيين أو تتقدم عن نقاط الرباط يتميز الفاقوت بخاصية التوجيه بالأشعة تحت الحمراء وانخفاض وزنه ما يجعل نقله بين الجبهات سهلا واستخدامه ليلا من شأنه قلب موازين المعركة وقد تعذر على الجيش الحر إطلاقه قبل حصوله على القواعد المناسبة من قبل أصدقاء سوريا طبعا نحن كتب المنداء الفاقوت نقوم بصحق إليات العدو الروسي بسلاحه الروسي الفاقوت طبعا على مختلف الجبهات بريف حماء الشمالي وريف حلب الشمالي والجنوبي وجبل تركمان وجبل الكراد الجيش سوري الحر تمكن من الحصول على كميات كبيرة من الفاقوت إثر سيطرته على مستودعات للسلاح تابعة للنظام لكنه لم يبدأ باستخدامه إلا مع التدخل الروسي فكانت المقولة بسلاحهم ندمرهم ويتطلع الحر حتى اليوم إلى الحصول على مضاد طيران من شأنه أن يمنع المجازر التي تنفذها قوات النظام ضد المدنيين اشتركوا في القناة